اشتركوا في القناة ارقام اعانة البطالة الاولية كيف تعلق على هذين الرقمين وكيف سيكون صداهما ايضا على الاسواق وقرار الفدراجي الامريكي بخفض معدلات الفائدة حقيقة على الرغم من ان البيانات اليوم كانت نوعا مختلطة كنا نشوف قراهات متفاوتة على مستوى الشهري وعلى مستوى ربع سنوي في نفس الوقت هذا بالنسبة للتضخم وعلى الجانب الاخر نحن نتلم عن ان الاتصاد وسوق العمل تحديدا يعني القراءة لا انظر اليها انها بايجابية كبيرة نحن نشوفنا مجموعة من القراءات السلبية التي صدرت عن سوق العمل الامريكي حتى الان الشهرين من التاليين ويظهر انه في عندي ضعف واضح في سوق العمل سواء كان من خلال عدد الوظائف الجديدة التي تم إضافتها هذا بالنسبة لتقرير الوظائف الغير زراعية أو بالنسبة للطلبات الإعانة على المستوى الشهري أو قراءتها المستمرة هذه القراءات تظهر لنا أن هناك ضغوط إضافية على الفدرال الأمريكي ستكون نحو تقليص أسعار الفائدة وربما تضعها في هذه الخانة بشكل أكبر لايكشفنا الدولار الأمريكي بعد بيانات اليوم يتراجع نسبيا أمام معظم النضراءة أمام اليورو أمام شفنا الدعب عم يرتفع فبشكل واضح يمكن قراءة هذه البيرات على أنها سلبية للدولار طيب سيد رائد ماذا عن أيضا الانتخابات الأمريكية التي اقترب موعدها في شهر نوفمبر المقبل كيف ستضافر وأيضا بالنسبة لقرارات الفدرالية على أداء الأسواق أيهم أكثر تأثيرا على الأسواق برأيك حقيقة الفدرال الأمريكي ب18 شهر نحن ننتظر قرار مهم جدا هل سيكون التقليص ب25 ستاسات أم أكثر من ذلك وعلى فعيد آخر بالنسبة للانتخابات الأمريكية فهي الأمر مستمر والقلق سيزداد أكثر في الأسواق وبالتالي يخلق نوع من التغذب نحن في عنا مؤشر البكت يعني ربما هو عند أعلى مستوياته حاليا يظهر هذا المؤشر كمية البانك في السوق أو أرضاع الموجود في السوق ولذلك يترجم من خلال يعني تذبب واسع النطاق ونشوفه حقيقة على أسواق الأسهم الأمريكية والأسواق العالمية كذلك ربما التأثير الفيدرالي وقراره سوف يكون كبير ولكن محصول في المدة الزمنية التي ننتظرها إذنما بالنسبة للتقرير بالنسبة للانتخابات الأمريكية التأثير مستمر ويزداد تراوى نحو شهر نوفمبر موعد الانتخابة طيب سيد رائد بسؤال أخير وباختصار يعني لضيق الوقت دعنا نتحدث عن خفض معادلات الفائدة في المنطقة الأوروبية بـ 25 نقطة أساس يعني رأينا بأنه حتى البنوك المركزية الأخرى إن كان النيوزلندي أو غيره من البنوك المركزية حول العالم بدأت بتخفيض معادلات الفائدة كأنها انفصلت عن الفيدرالي الأمريكي كيف تثمن هذه الخطوة؟ أعتقد ربما الفيدرالي هو الأكثر ارتياحا في عملية تقليص أسعار الفائدة عنده مارجن كبير المركز الأوروبي لن يستطيع المضي كثيرا في عملية تقليص أسعار الفائدة أكثر من 3% أو 2.75% هذا بالنسبة لأسعار الفائدة لأنه خوفا من التضخم أن يعود للارتفاع بشكل كبير جدا بالتالي الفيدرالي ربما الأنظار إليه أن يكون عملية التقليص أكثر شدة في الفترة القادمة أشكرك جزيلا شكر سيد راد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر